لسان مرآة لصحة الإنسان يعني إحنا الطبيعي بتاعنا إن إحنا نقف في المراية زي ما حارك قلتي وإحنا بنغسل سناننا أو الصبحية على أقل بعد ما بنتمضمط من شوية مية عشان نشيل طبقة الإفرازات الموجودة على اللسان نفتح بقنا ونطلع لساننا البرة ونشوف اللسان فيه تغيرات طبعاً تغيرات اللسان مش بين يوم والتاني هتحصل لكن على الأقل من لون اللسان من التغيرات اللي حصلة على اللسان نقدر الطبيب يستشف حالات مرضية معينة أول حاجة الطراوة بتاعت اللسان يعني لساننا المفروض إنه هو أملس لونه قرموزي تمام روز وبيلمع ورطب أول حاجة الناس اللي عندهم جفاف على اللسان هتلاقي لسانه ناشف يقولك وانا بتكلم حس إن اللساني بيلزق في سقف حلقي ده أول علامة من علامات إيه؟ الجفاف يبقى أي بنا آدم بيتكلم ويقولك لساني بيلزق في سقف حلقي أو بتلعسم في الكلام أو المخارج مش طالعة كويسة أو لساني اللمع اللي عليه مش موجودة نقوله خلي بالك أنت مش شارب ميك فاهم تمام؟ طيب أشرب مية قد إيه؟ في الجو الحر ده من 12 ل 15 كبية مية على الأقل في اليوم تمام طيب ممكن جفاف اللسان ده يكون بسبب إيه؟ ممكن يكون بسبب إن حرك بتتنفس من بقك يكون عندك مشكلة في الأنف مناخيرك على طول مزدودة فاتع بقك فبتتنفس من بقك فاللسان بيبقى في جفاف الناس اللي بتشخر بالليل أعتقد فيه؟ الناس اللي بتشخر بالليل برضو المرة ثلاثة الناس اللي بياخدوا مدرات للبول بينزل كميات مية كتيرة أو بيعرق بكميات كبيرة وما بيعوضش السوال الكفاية في الفضاء اشتركوا في القناة